السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اهلا بكم في درس جديد النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض السلسلة الخاصة تلات حاجات دولة تلاتة في واحد درس النهاردة هنبدأ في السلسلة دي هجب لك من البداية خالص يعني من اول الحدوثة احنا طبعا كنا عايزين نرتب جملة عايزين نعمل فقرة انشائية عايزين نعمل علامات الترقيم بشكل كويس انت كطالب لما بتيجي تعمل آآ علامات الترقيم قال لك الاسماء العالم يا ابني لازم تكون تبدأ بحرف كابتل فانت ايه الاسم العالم ده طبعا عندك ايجبت آآ ايجبت تبدأ بحرف كابتل لانها اسم بلد مسلا آآ علي آآ تبقى كابتل فتيجي انت مسلا تلاقي كلمة بيرد آآ بيرد اسمه هو البي كابتل غلط ده مش اسم عالم ده ده اسمه فازاي تفرق ما بين وبين تعالى نجيب الحدوتة من الاول يعني احنا قلنا ان الجملة التقريرية او الخبرية لازم تبدأ تبدأ بايه تبدأ بفاعل صح قلنا الفاعل ممكن يكون اسم على ممكن يكون اسم اشارة ممكن يكون ضمير فاكر احنا حكينا في القصة دي في الدرس الاول النهاردة هاجب لك الموضوع من الاول واقول لك ما هي انواع الاسماء لان لازم تعرف يعني اجزاء الكلام اجزاء الكلام ايه اول حاجة الناون اللي هي الناونز الاسماء الافعال وبعدين هناخد الصفات فاحنا هنمشي مع بعض واحدة واحدة هنبدأ بالناونز الاول النهاردة وايه هي تقسيمات او الناونز انواع الاسماء هنقسمها ازاي لها اكتر من تقسيمة هنبدأ اول حاجة بالسطر اللي انت شايفه ده العنوان الاول وهو يعني اسماء تعد واسماء لا تعد تعالى نشوف اول حاجة عندنا وهي الاسماء التي تعد نبدأ اول حاجة دي اسماء بيجي منها مفرد وبيجي منها جمع يعني على سبيل المثال هنا هنحطها الناحية التانية تعالى نشوف اول حاجة الاسماء المعدودة في اسم عندي هو في حالة المفرد اقول لازم اداة الناكرة توضع امام الاسم المفرد احنا في اللغة العربية متفقين ان الاسم المفرد لا يشترط له اداة ناكرة فانا لما اقول طائر ولد بنت هنا انا مش محتاج اضع له اداة ناكرة في اللغة الانجليزية ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش اقول كأن الكلمة دي ما لهاش معنى اساسا فانا لامول يبقى كده اصبحت لها معنى لان في اللغة الانجليزية لازم نضع للمفرد اداة ناكرة طالما بيجي منه جمع طالما هو ينفع يكون منه مفرد وينفع يكون منه جمع طيب الان اللي هو الاسماء الغير معدودة هل يجي منها جمع هنشوف دلوقت خلينا بس في الاول في اول حاجة عندي زي ما انت شفت في حالة الجمع بشيل اداة الناكرة وبضع اس الجمع ده في الحالة العامة بعد كده ممكن نعمل اه حلقة خاصة ازاي اجمع تمام المفرد والجمع لان كل جمع بيكون ليه طريقة معينة فيه جمع منتظم زي كده بشيل اداة الناكرة وضع اس الجمع وفيه جمع غير منتظم الاسم اللي بيضاير تماما طيب عندي حاجة تانية زي مثلا يعني البذرة تمام وعايز اجمعها بشيل برضو اداة الناكرة وبقول جمع بتاعها بذور اتفقنا بعد كده عندي تبقى في كل مرة بشيل اداة الناكرة واضع اس الجمع هتلاحظ هنا ان اول حاجة ده جماد ده نبات حيوان يبقى عندك الجماد والنبات والحيوان عادي اهو تمام بنجيب منه مفرد وبنجيب منه الجمع بتاعه كلهم لو تاخد بالك بدأ بالحرف الساكن بي والاس والدي علشان كده وضعنا له اداة الناكرة ا فبقول ده في حالة المفرد طيب لو كان يبدأ بحرف متحرك في حالة المفرد الحروف المتحركة احنا عارفين حروف المتحركة اي وعندك الاي وعندك الاي وعندك الاو واليو دولة الخمسة بتاعنا تمام اي حرف منهم هيبدأ منه اسم مفرد ويجي منه مجمع ينفع يتجمع يكون تمام لازم اضع اداة الناكرة ان فبقول ان اللي هو الكرسي بضراعين ده تمام كرسي الفتية ليه ما انفعش احط اداة الناكرة الاولى اللي هي لان النطق هنا هيبقى فيه نشاز في الصوت في اول الكلمة التقاء حرفين متحركين ورا بعض هيخليني كاني بتأتأ كده مش هينفع فاقول ان انزل كده اريح في الصوت على الصوت الان الساكن واطلع بالحرف المتحرك اللي بدأ بيه كلمة فاقول طبعا فيه ناس سمع الكلام ده معنا قبل كده بس بما ان الفيسبوك يعني عرفنا على مشتركين جدد لسه اول مرة بيسمعونا فانا لازم اجيب برضو من الاول ده في حالة الناكرة هاجمعها زي ما قلنا بنشيل اداة الناكرة بنرميها ونحط اس الجامعة تبقى بضع اس الجامعة هنا عندي كلمة تانية اللي هي طفاحة واحدة عايز اجمع ابلز تخيل انت لو قلت ا ابل ا ا ينفع ما ينفعش انابل انابل تبقى ابلز ا 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 هي الاسماء المعدودة ما معنى الاسماء المعدودة يأتي منها مفرد ويأتي منها جمع ينفع تتجمع ينفع اعدها خلاص في حالة المفرد اذا بدأ بحرف ساكن يأخذ اداة النكرة تمام ا واذا بدأ بحرف متحرك ياخد اداة النكرة ان وفي حالة الجمع نلقي باداة النكرة جانبا ثم نضع اس الجمع اتفاقنا ده في الجمع المنتظم اما في جمع تاني غير منتظم هنبقى ناخده في حلقة لوحبه. تمام? نروح وهي الاسماء الغير معدودة. يعني ايه اسماء غير معدودة? يعني ما ينفعش تتعد تأتي في شكل كمية او في شيء معناوي لا يجمع. يعني مثلا هجيب لك مثال لما اقول لك الرملة الرمال هل ينفع تمسك الرملة عدها حبايا حبايا طبعا ما ينفعش. بنعمل ايه في اللغة الانجليزية نعاملها معاملة المفرد وليس لها اداة نكر واخد بالك الشرط الاساسي ملهاش اداة نكر. ما ينفعش اقول ولا غلط سواء كده او كده. بدأت بساكن بمتحرك مش بضع لها اداة نكرة نهائي. تمام? طيب هل لها جمع ملهاش جمع تعامل معاملة المفرد في جميع الاحوال? خلاص? الحشائش ينطبق عليها نفس القاعدة مش هنقدر نعد الحشائش خلاص? الماء هل تقدر تعد المياه انت توقف كده على البحر المتوسط تبص في المياه تعرف تعدها يبقى لا تجمع دي طيب بيوتي او بيودي اللي هو الجمال ده حاجة معنوية حتى ما ينفعش تمسكها بيدك خلاص هل ينفع تتجمع طبعا لا خلاص السعادة الصرور اوكي الحرية دي معاني تمام يعني لا تلمس باليد حاجات غير ملموسة يبقى تعامل على انها مفرد يبقى عندي وعرفنا طرق مفردها وجامعها وعندنا تعامل معاملة المفرد وليس لها اداة نكرة وليس لها جامع ده النوع الاول من الاسماء تعالى نكمل مع بعض وعند انا كمان ما كنتش عاملها المحبة خلاص وعندنا اللي هو الخشب دي مادة خام المواد الخام يا جماعة لا تجمع فانا لما اقول الخشب ملهاش جامعة لما اقول اللي هو الجلد وهكذا كل المواد الخام لا تجمع برضو تمام يبقى دي تعالى نروح للشريحة اللي بعدها الشريحة اللي بعدها احنا اخدنا التقسيمة الاولى ان في اسماء تجمع واسماء لا تجمع تمام لكن هنا هنقسم تقسيمة تانية خالص التقسيمة دي هتكون معتمدة على الحواس الحاجة دي اقدر المسها بايدي ولا لا اقدر اشوفها بعيني ولا لا يعني تتحس ولا لا زي ايه هنا بيقول لي في حاجة اسمها يعني حاجات غير ملموسة حاجات معنوية وفي حاجات ملموسة ده تقسيمة تانية غير التقسيمة الاولى تمام فهنبدأ بال زي ايه مثلا زي المشاعر هل ينفع تلمس المشاعر بيدك او تشوفها بعينيك طبعا لا ايه كمان عندي الحياة ايه الحياة دي همسكها بيد الحياة طبعا لا طيب عندي الخوف نفس الفكرة يبقى دي حاجات غير ملموسة برضو عندي النوع التاني يقابله هو الانواع اللي نقدر نحسها بالحواس بتاعتنا زي ايه دي عندي مسلا اكس الثور تمام تقدر تشوفه بعينك خلاص عندي بورتقانة عندي ايه كمان عندي التربيزة خلاص يبقى دي حاجات ينفع انك تشوفها بعينك وتلمسها بيدك فبنقول عليها يبقى ينفع اقسم الاسماء ليه؟ وحاجات معنوية ما ينفعش تلمس وحاجات ملموسة ناخد تقسيمة تانية هنا وهنركز على الجزئية دي لانها مهمة جدا في علامات الترقيم اللي هي اسماء العلم والاسماء العامة بتفرق في علامات الترقيم تعالى كده نشوف اسماء العلم دي لازم تبدأ بحرف كابتل زي ايه اسماء الاشخاص ايا كان اسم الشخص لازم يبدأ بحرف كابتل زي عمر كده تمام ايه كمان ايجبت اسماء الدول والبلاد والقارات لازم تبدأ بحرف كابتل والاسماء الاماكن المشهورة خلاص عندي كمان اسماء البحار والانهار والكلام ده كله والمحيطات لازم تبدأ بحرف كابتل دي اسمها اسماء عالم يعني مرتبطة بشيء معين بشخص معين بمكان معين محدد له هذا الاسم اذا لما بقول ايجبت انت عندك كم ايجبت في العالم كله هي ايجبت واحدة عندك كم عندك كم نهر نيل هو نهر نيل واحد فلازم لازم يبدأ بحرف كابتل طيب اما الايه دي اسماء عامة الناس اتفقت على ان اي حاجة كده خشب او معدن او بلاستيك حتى تمام اسمها تابل يعني تابل دي تطلق على الاف وملايين الترابيزات فهل ينفع لما تيجي تابل في الجملة تحط لي طبعا لا هتقول لي ما هي اسم هقولك اسم اه بس ده نوع نوع من يعني يشمل تحته الاف الترابيزات ما ينفعش ده مش اسم عالم ده اسم عام تمام عندي مثلا كار آلاف السيارات وملايين السيارات تمام بيرد ملايين الطيور يبقى ده افرق دلوقتي ما بين اللي هو بيتكتب عادي بالحروف الصغيرة وما بين اللي لازم يبدأ بحرف خلاص بعد كده هنروح لتقسيمة تانية وهو الاسماء اللي هي بتيجي على صيغة جمع يعني ايه يعني مسلا تيم تيم ده فريق بس بيشمل مجموعة من البشر يبقى هي اسماء المجموعات عبارة عن مجموعة من البشر لهم خصائص معينة ارتبطوا ببعض من اجل وظيفة ما او عمل ما او تسليه واي حاجة لغرض معين يعني زي ما بقول مسلا الجيش الجيش مهو عبارة عن مجموعة من البشر لهم خصائص تميزهم عن غيرهم وهكذا مسلا عندي اسرة مجموعة من البشر موجودة ربطت ما بينهم روابط عائلية خلاص عندي اللي هي الطاقم الوظيفي في مكان ما في شركة ما جمعهم مكان واحد من اجل وظيفة يبقى ده اسمه اسماء المجموعات تعالي نشوف النوع الخامس وهو وهي الحاجة اللي هي عبارة عن اسماء لزوجين مع بعض حاجة بتتكون من اه حكتين فردتين زي ايه مسلا زي اهي ادي عدسة لكن الاتنين مرتبطين ببعض في حاجة واحدة احنا حتى لما بنترجمها للعربي بنقول عليها نظار نظارة واحدة تمام ف هنا بتيجي في اللغة الانجليزية على انها جمع وتأخذ اه اه واقول اه 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 وترجمها هي نظارة مع انها ذي جمع لكن في العربي بترجمها المفرد طيب يا سيدي في حاجة هنا انا عايز اجمع اقول ان في نظارتين يعني انا معايا من دي اتنين اقولها ازاي باللغة الانجليزية وهي اصلا جمع فبس اعمل كلمة يعني زوج من فاقول يعني نظارتين زوجين من النظارات فهمت بتعامل معها ازاي زي ايه كمان زي كلمة اللي هو السروال او البنطال البنطلون يعني تمام ما بيجيش منها مفرد اصلا هي فردتين فتطلق عليها ودي هتقول لها اصلا دي اس الجامعة ما انت مانفعش تشيلها دي اصلا من اصل الكلمة ما ينفعش اقول تفقنا طيب عندنا المقص المقص مش فردتين ينفع تشيل فردة منهم ينفع تشيل اس طبعا لا طب عايز تقول هو يكون مقص هتقولها ازاي هتقول اتاز غلط هتقول برضو هتعامل معاملة الجامعة طب عندي مقصين هتتتعامل معهم ازاي هتقولها ازاي هتقول طب ما هو جامعة اقول لك اقول عرفت ليه احنا بنسميهم اسماء الازواج او الزوجيات اللي هي عبارة عن حاجة فيها اتنين وبعدين هبتدي اجمع عليهم هما الاتنين اتفقنا ده نفس القصة او اللي هي الشربات وهكزا بعد كده وهي عبارة عن اسماء مركبة يعني اسم جبت حطته جنبي اسم عمل اسم جديد زي كلاس روم كلاس فاصل وروم حجرة بيت حجرة الدراسة كلاس روم ايه كمان عندي اللي هي نظارة الشمسية نظارة اصبحت ده اسم امركب جبت اسم على اسم تمام عندي كمان حمام السباحة برضو ضفت اسم على اسم سواء كان مدمج في كلمة واحدة او منفصل تمام يبقى عايزين نراجع مع بعض اول حاجة عملنا التقسيمة الاولى وهي ان الاسماء فيها كاونتابول وفيها وفيها معدود وفيها غير معدود بعدين عملنا تقسيمة تانية قلنا فيه اسماء معنوية وفيه اللي هي الاسماء الملموسة وبعدين خدنا نوع تالت وهو اسماء العلم والاسماء العامة النوع الرابع خدنا اسماء المجموعات بعدين خدنا اللي هي الحاجات الزوجية بعدين خدنا وهي الاسماء المركبة كده انت خلصت الاسماء وعرفت انواعها المرة الجاية ان شاء الله انا كنت مجهز الصفات وبعدين قلت لا يعني انا في البداية خالص قلت ايه هندخل النهاردة بالجمل الصعبة قلت يا عم الجمل الصعبة ايه انا لو دخلت بالجمل الصعبة الناس هتكش من الورق لا احنا نبدأ بحاجة بسيطة كنت هدخل بالصفات قلت لا مع الصفات قبلها الاسماء فقلت اجيب الحدود ده من الاول خالص وجبت النهاردة وان شاء الله المرة الجاية هنكمل مع بعض الصفات وازاي نكون جملة من صفات متعددة بس هنمشي واحدة واحدة هنبدأ لاول حاجة الصفة اين توضع بعدين نمشي واحدة واحدة تحياتي ليك ياسر الكيلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته